تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عقدت اللجنة الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة اجتماعها الأول برئاسة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رئيس اللجنة البحرينية الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة هذا وفي بداية الاجتماع تقدم الدكتور مصطفى السيد بخالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على مبادرات جلالته الإنسانية المستمرة في تقديم الدعم والعون والمساعدة للشقاء الفلسطينيين وإغاثة المنكوبين ومد يد العون للمحتاجين في مختلف بقاع العالم مثمنا الدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من قبل الحكومة الموقرة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كما أشهد سعدته بالدعم والتوجيه الكريم الذي تلقاه الحملة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مؤكدا تشرفه وجميع الأعضاء بمنحهم شرف المساهمة في خدمة الأشقاء الفلسطينيين خلال هذه الظروف الأليمة والصعبة التي يمرون بها بما يعكس المواقف الثابتة والواضحة المشرفة من القيادة والشعب البحرينية مع الأشقاء في فلسطين كما ناقش الأعضاء آلية العمل المشتركة لحث الجميع على المساهمة في دعم وتقديم المساعدات بما يساهم في توفير الاحتياجات الضرورية والتخفيف من آلامهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها جراء الحرب الدائرة في غزة حيث سيتم تجشين الحملة الوطنية ضمن يوم التضامن مع أهالينا في غزة تحت شعار نحن معكم في برنامج خاص يعرض يوم الجمعة في تلفزيون البحرين ابتداء من الخامس مساء بمشاركة عدد من الشخصيات الوطنية من العلماء والمفكرين ورجال الأعمال كما تم خلال الاجتماع مناقشة الاستغلال الأمثل لما سيتم جمعه من المساهمات بإسال شحنة عاجلة من المساعدات الإغاثية والطبية التي يحتاجها القطاع في الوقت الراهن الكل متحمس للعمل لتقديم أفضل مساعدات للأشقة ناقشنا أمور صحية أمور تنظيمية بالنسبة لي جمعة التبرعات والحملة وناقشنا كيف يتم صرف المبالغ التبرعات بسلوب إبداعي وهذا ما شجعنا عليه دائما سموه شيخ ناصر أن نكون مبدعين في استعمال الموارد المتواجدة في اللجنة ركزنا اليوم على أن تكون هناك في خطوات أو قنوات ثانية وبأي طرق عامة مستحدثة للوصول لأهلنا في غزة وننوصل لهم هذه المساعدات التنظيم للمساعدات مثل ما أخبرت وأشارت إليه بأنواع الأدوية المهمة جدا والضرورية نحن إن شاء الله في استعداد قريب جدا من إرسال أول مساعدات مثل ما كانت هناك الأمور متاحة إلى وصول مثل هذه الشحنة الأولي لأهلنا في غزة نحن حطينا كل الأفكار مع بعض كل المهتمين كل المعنيين في هذه اللجنة كل هدفنا هدف واحد هو مساعدة الشعب الفلسطيني في هذه الأزمة أو في هذه النكبة وهم بعد نشوف شنو أفضل الطرق للمساعدة هذه تكلمنا في بعض الأفكار منها يمكن إعادة إعمار يمكن إرسال أدوية ربما كانت نشوف ممارات إنسانية نوصل لهم اللي احتاجوننا نشوف ممارات إنسانية نشوف ممارات إنسانية نشوف ممارات إنسانية نشوف ممارات إنسانية